السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أهلا وسهلا بكم اليوم اليوم نتكلم من جبل اسمه جبل أثرب من الجبال الجميلة المليانة عرعر وعتم الزيتون وحيكون موضوعنا لهذا اليوم برضو شيق إن شاء الله مفيد اليوم راح نتكلم عن أهمية الخبرة كأهم من الشهادة يعني إذا جاك واحد خبير لمدة ستة شهور في شغلة معينة ترى أفضل من واحد درس لمدة أربعة سنوات الخبرة أهم من كنشفة الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع الماضي أعلن إن التوظيف في الشركات يعتمد على الخبرات ولا عادي يعتمد على الشهادات يجيك واحد عنده دي آر دكتور بريفيسور ما أخذها حفظا 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 ولم يطبق شيء لا والله أجيب واحد أخذها عمالة واشتغل من الأسفل لأعلى يكون عندي أفضل لأنه حيكون عنده خبرة عالية صناديق ريادة تقول لواحد تبغى تفتح بنشر اشتغل في البنشر ستة شهور وجبنا مشهد أنك اشتغل ثمانتين ستة شهور تعال خذ قرض ثلاثمائة وخمسمائة ألف وانت فتح بنشر ليه هذه خدمة منهم لا يعني أنه بغى نصعب عليك الشغل لا لأنك بعد ما تدخل الشغلة هذه وتجربها لمدة ستة شهور سبعة شهور ستجد أن هذه الشغلة ما هي مناسبة لا والله ما باخد قرض ثلاثمائة ألف في هذا الشغلة وضيع علي وجدت أن الشغلة هذه الموردين حقينها صعبين وجدت أن الشغلة هذه زباينها صعبين وجدت أن الشغلة هذه مكاينها صعبة وجدت أن الشغلة هذه فيها مئة مشكلة تحتاج جدارة الكهرباء فيها مشكلة الأجهزة فيها مشكلة إذن من الخبرة راح تكون هل سأبدأ في هذا المشروع أو ما أبدأ هل أخذ الملايين من الدولة وبعد ذلك أخسر وأخسر الدولة وأخسر ناس يأخذونها بعدي ولا لا من هنا أنا أقول الخبرة أهم ما يمكن على وجه الأرض والله لو يجيني واحد عنده خبرة في شغلة معينة ويجيني جنبه دكتور لأنه يعرف كيف تعامل مع الناس يعرف كيف يتكلم مع الناس يعرف كيف يشتري بضاعة يعرف كيف يبيع بضاعة يعرف كيف يتعامل معنا الجهزة يعرف كيف يورد يعرف كيف يطلع يعرف كيف يحلل مشاكل هذه مهمة جدا خبرات الحياة أهم بكثير من الشهادات اللي يحصل على الإنسان خاصة الشهادات صارت تأخذوا أولاين وكثير من الناس ما يطبقون ولذلك نقول يا جماعة الخير حاول ثم حاول ثم حاول أن تكون خبير يعني عساس أفهمك إن تفهم أو لا تفهم لغتك الآن ستقيم دورة حديد الموضوع اللي ستتكلم فيه إن ما أعرف حديد الموضوع يعرف أنه ما عندك خبرة في أي شيء زمن اللي تروح تاخد شهادة وتروح مدرس ولا تروح أي مكان تقريبا بدأت تضمحل ومن هنا سنبدأ النجاح عندما تبدأ الخبرات بالتحرك سنبدأ أن ننجح بشكل أو أكبر المفروض على الخبرة اللي يشتغل في مخرطة يأخذ خمسين ألف مثلا واللي جاي بشهادة دي آر وما يفهم شيء مفضل نعطي ألفين حتى يكون الخبرة اتخيلتم معي الفكرة إذا نقول خبرة مهمة جدا لو بعد الثانوية بدأت تكون خبرة في بناشر في تلميع في سيارات في كده في إنتاج في طاقة شمسية في ألواح في استيراد في تصدير في صناعة سيارات في تصميم في فتو شاب تصميم برامج كون خبرة هذه الخبرة هي اللي تكون سلاح فيديك هي اللي تجيبكم نستقبل إن شاء الله لذلك يجب علينا وجوبا أنه تكون خبرات عالية جدا حتى نستطيع نحصل على وظائف ممتازة نمتلكها ونصبح نحن وسيادها إن شاء الله إلى الأمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته